يُنَوِّرُ الحق سبحانه وتعالى يُنَوِّرُ حق سبحانه وتعالى بالروح و بالقلب و بالمعنى و جميع ما يتكرم به على خيار هذه الأمة من تنوير أو من هداية أو من تقريب إليه جل جلاله أكبره وأقواه ما يكون بواسطة القرآن وبسبب القرآن فالذين يُنَوِّرُهم بالقرآن أقوى الأمة نور والذين يهديهم بالقرآن خير الأمة هداية وأقوامهم قال تعالى إن هذا القرآن يهدي ذلك هي أقوام والذين يُقرِّبهم بالقرآن فقرِّبهم في الدرجات العلاء ولما رأى الإمام أحمد بن حنبل رب العزة وسألوا ما أفضل ما يتقرَّب به إليك المتقرِّبون قال بكلامي يا أحمد قال بفهم وبغير فهم قال بفهم وبغير فهم قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمة تلاوة القرآن ولكن حصول هذه الأمور العظيمة التي ذكرناها وما تعلق بها وكثير من المواهب الربانية بواسطة القرآن إنما تحسن لمن عظم القرآن وأجل القرآن وأحب القرآن وتدبر معاني القرآن وكلف نفسه وحملها على العمل بما في القرآن هؤلاء هؤلاء الذين ينورون بنور القرآن والذين يهدون بهداية الله بالقرآن والذين يعظم قربهم من الله تبارك وتعالى بواسطة القرآن قال سيد عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله وهكذا فيجب أن يتطلب المؤمن أتحققه بحقائق الإيمان والتصديق بما في القرآن والتعظيم والإجلال والإكبار له وحسن تلاوته وتدبر معاني والعمل بما فيه حتى يكسب هذه الخيرات بواسطة القرآن من منزل القرآن سبحانه وتعالى بواسطة الذي أنزله عليه وهو عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الله يوفقنا وإياكم اجعلنا من أقوى الأمة صلة بالقرآن وأدبا مع القرآن وحسن تلاوت للقرآن وعملا بما في القرآن حتى لا يتوفى أحد مننا ويخرج من هذه الحياة الدنيا إلا وهو عند الله من أهل القرآن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وفي سبيل تحصيل الحظوظ من هذه المواهب بالقرآن أقام حزوب القرآن وختم القرآن وانتشر بين كثير من المسلمين في مختلف الجهات كل أسبوع أن يختم المصحف الكريم واختار السلف في هذه البلدة أن يكون في صباح كل خميس ختمهم لكتاب الله تعالى وافتتاحهم ليلة كل جمعة فهذه الختمة الأسبوعية المرتبة للحلقات في المساجد اللهم اجعلنا من أهل القرآن وتعرضا لرحمة لا نفعاته وتسببا في تحصيل هذه المواهب نحضر ختم القرآن بالتعظيم والإجلاء ولتوزعوا من القرآن وكل عدد منكم هذه السور بالتعظيم والإكبار والتدبر والتأمل للمعنى ونجتمع على الدعاء وكانوا يرون الدعاء مستجابا عند ختم القرآن ومن ختم القرآن حضر ختمه ستون ألف ملك يحضرون ختم القرآن ويؤمنون على الدعاء الداعين الله يكرمنا وياكم بشر القرآن ونوره وبركته ويمزج بلحمنا وزمائنا شكرا شكرا